أهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان وهذه التغطاء الجديدة نتكلم فيها عن أخطر وباء في تاريخ البشرية الطعون أو الموت الأسود على الرغم من سنوات من البحث ظل التوصل إلى أصل الجغرافية والتسلسل الزمني لغز إلى حد كبير وحالة من الغموض حول الطعون اليوم أعلن باحثون التوصل إلى أنهم نجحوا فيه التوصل إلى منشأ الطعون من خلال تتابع المرض لسنة 1338 فيما يعرف اليوم بكريجستان أكد الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها أو مشرت نتائجها في مجلة ناتشر الألمية ظهر لأول مرة في منطقة كريجستان مؤكدية أن الطعون الدبالي انتشر بعد ذلك عبر البحر الأبيض المتوسط عبر السفن التجارية قبل أن يتسبب في موجة من الأمراض الفتاكة استمرت قرابة 500 عام أطلق عليها اسم جائحة الطعون الثاني أيضا كشفت الدراسة أن مرض الطعون قتل ما يصل إلى 200 مليون شخص عندما اكتاح الموت الأسود الشرق الأوسط وأوروبا بين عامي 1346 و1353 مع القضاء على نصف سكان لندن وما يصل إلى 60% من الأوروبيين يعتقد أنه وصل إلى المملكة المتحدة سنة 1348 علامات سفينة خبطت على إحدى السواحل الفرنسية قبل أن ينتشر بسرعة كبيرة في جميع أنفاء البلاد أيضا قام فريق الباحثين في إحدى الجامعات الإسكتلندية بتحليل الحمد النووي قديم الـ DNA المأخوذ من أسنان الهاكل العظمية المكتشفة في إحدى المقابر وكانت بالقرب من كريجستان جذب العلماء إلى هذه المواقع أو جذب العلماء إلى هذه المواقع بعد تحديدا يعني بعد ارتفاع عدد كبير في المدافن هناك بين عامي 1338 و1339 وجد دكتور فليب سلامين ساعد في تحقيق الاكتشاف وجد الباحثون أن المقابر التي تم التنقيب عنها بالفعل في أواخر تمانينات القرن التاسع عفر مع حوالي 30 هيكل عظم مأخوذ من القبوط تمكنوا من تتبع وتحليل الحمد النووي المأخوذ من أسنان 7 أفراد وأظهر التسلسل الذي يحدد بنية الحمد النووي أن ثلاث أفراد بيحملون بكتيريا مرتبطة ببداية تفشي الموت الأسود قبل وصوله إلى أوروبا أيضا قال دكتور سلامين قال أن الدراسة كشفت عن أهم الأسئلة وأكثرها إثارة في التاريخ والمتعلقة بمعقى الانتشار وظهور مرض التعاون أيضا تضمن جزء من عمل دراسة اليوميات التاريخية للحفريات الأصلية من أجل مطابقة الهياكل العظمية الفردية مع شواهد القبور وترجمة النقوش المكتوبة باللغة السريانية بعناية أيضا في هذا الإطار قالت الدكتورة ماريا سيبيرو قالت المعيد الأولى للدراسة على الرغم من مقاطر التلوث البيئي وعدم وجود ضمان بأن البكتيريا كانت قادرة على الحفاظ عليها تمكننا أيضا من سلسلة الحند النووي المأخوذة من سبعة أفراد في مقبرتين وكانت الأكثر إثارة وجند الحند النووي لبكتيريا طعون في ثلاثة أفراد أيضا أضافت الدكتورة أنه السلالات القديمة التي وجدوها كانت متمركزة تماما في منطقة كريكستان يعني بيبارة أخرى وجدوا سلالة المصدر للموت الأسود وقالت أنها تعرف أو يعرفون حتى تريخه بالضبط أيضا قال المعيد المشارك روفيسير يوهانس كراوس قال وجدوا السلالات الحديثة الأكثر ارتباطا بالسلالة القديمة توجد اليوم في خزنات الطعون وهي في منطقة قريبة جدا من كريكستان وأيضا هذا يشير إلى أصل ثلف الموت الأسود في أسيا الوسطى ربط الباحثون سابقا بدء الموت الأسود بتنوى هائل من سلالات الطعون هو ما يسمى بالانفجار العظيم لتنوى الطعون مؤكدين أنه التاريخ الدقيقة لهذا الحدث لا يمكن تقديره بدقة وكان يعتقد أنه حدث في وقت ما بين القرنين العاشر والرابع عشر إلى هنا تنتهي هذه التقطية وكنا خصصناها مع حضرتكم عن أخطر وباء في تاريخ البشرية الطعون أو الموت الأسود شكرا لخضرتكم على طيبة المتابعة وكنت أنا معكم جرمين شلبي وإلى اللقاء